أسعد الله وأوقاتكم بكل خير كنتمنى إن شاء الله تكونوا بيخ خير وعلى خير وأنتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو اللي إن شاء الله غدي نتقسم معكم فيه ميني بسي بيسات بطريقة رائعة جدا كي يجيوا هائلين جدا كي يجيوا بسبسين وحبة حبة مع الكين ما تشبعوش منهم كنتمنى إن شاء الله أنكم تبعوهم معي حتى الأخير باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير فأول خطوة كان أخذوا القوالب أو لقلب ديال الكابكيك وكندهنه جيدا بالسبدة وكرشوه بالساميد أو لاب السميدة وكنحطوه على جانب مكونات إن شاء الله اللي غدي نحتاجوا غدي نحتاجوا حبتين من البيض أي جوج بيضات متوسطين الحجم دائما يكون البيض في الحرش في البسبوسة ديالنا والكيكات يكون بحررة المطبخ على جوج بيضات غدي نوضع ثلاثة ديال معلقة ديال السكر ما كي يجيوا شي حلوين إذا عزيز عليكم حلوة وتحسوا بهم حلوين فتقدروا تزيدوا ملعقة رابعة أو لحتى الخمسة ديال معلقة ديال السكر غدي نخدم جيدا البيض مع السكر بالخلط اليدوي كما ممكن سوائل كلهم تحنوهم في الخلط ومن بعد تصبوهم في الإناء وتكملوا إضافة باقي المكونات من بعد مما خلط البيض والسكر غدي نضيف كأس ديال الزيت ما يعادل 150 ميلي لتر وغدي نخلط بشكل جيد حتى ما يبقاش كيبا لنا الزيت وغدي نضيف 110 غرام من الياغورت أو أربعة ديال المعالقة ديال الياغورت مملوئين بشكل جيد فأنا غدي نوضع جوج علب الصغر كل علبة كيكون فيها تقريبا دك 60 غرام يعني جوج الصغر كيساويونا علبة كبيرة واللي بغت تعبر بالملعقة دير أربعة ديال المعالقة مملوئين بشكل جيد فأنا هناك يعني ملعقة كبيرة يعني ما كت ما كترفض ليش الكمية اللي كينا في العلبة كلها فجوج معالق ماشي مملوئين وكيبقى عالق في العلبة يعني جوج معالق مملوئين في كل علبة المجموعة ربعات ديال المعالق غدي نخلط بشكل جيد ثم غدي نضيف نصف كأس من الحاليب نضيف ونخلط نضيف ونخلط فاللي ما بغتش تدير الحاليب ممكن تعاوضوه بعسر البرتقال أو باللبن بعد ما خلطت الحاليب غدي نضيف نصف ملعقة كبيرة من الخل أو ملعقة صغيرة إذا عبرتوا بالملعقة الصغيرة غدي نخلط قليلا وغدي نضيف جوج معالق ديال الدقاب أي الفرس أخوات المكي بغيوش الفرس غدي تديرو غير الفينو ما تديروش الفرس أنا غدي نضيف جوج معالق ديال الفرس جوج معالق ديال السامد ناعم جدا أي الفينو كنتمنى التعمير المعلقة تكون واضحة لكم غدي نخلطهم ودائما مستمرة بالخلط اليداوي ثم غدي ناخد كأس من السميد غدي نوضع كأس من السميد كامل قيص دي السميدة 125 غرام هي اللي غدي نحتاجه غدي نديرها معكم بالملعقة فيذا عبرتم بالملعقة كبيرة سبعة دي المعالقة وضفتها ككمية من الكأس دي السميد تقريبا كتر من نصف كأس واحد شوية وضفت كيس واحد من الخميرة مايو عادي لثمانية غرام وغدي نخلط الكأس دي السميدة وخة يعني أنا غدي يرفضوا لي الخليط كامل بنسبة لكم ضيفوه تدريجيا باش كتشوفوا القاوم لان يقدر سميدة في ساعة تشرب لكم غدي نستمر بالنصف دي الكأس اللي باقي ونخلط غدي نضيف هاد النصف دي الكأس شوية بشوية وانا كنخلط شوية بشوية وانا كنخلطو القاوم مخصوش يكون قاسح غدي تشوفوا معي ان شاء الله القاوم دي الخليط كيف خصو يكون دائما في جميع جميع البسبوسات ميني بسبوسات القاوم مخصوش يكون قاسح اذا كانت قاسحة تجيكم حرشة ما غديش تجيكم بسبوسة نخلطو دي السميدة وهذا هو القاوم اللي كنحصلو عليه قاوم جانس بشكل جيد قاوم اللي ماشي قاسح وعوتاني ماشي خفيف بزاف غدي ناخد القلب اللي دهننا في الاول ورشينها بسميدة ودائما كنقولها اي خالط يكون عندكم فيه الفينو او السميدة فدائما دهنوا في الاول بش ماكي ماكينش شفليكمشي الخالط فهذا الاتناء شعلت الفرن من الاسفل نار مهيلة وغادي نبدان عمر وغادي نبدان ملاء القواليب ديال كابكيك فإذا ماكانش متوفر هت القلب ممكن نديروها بحجم عائلي خالط الاعتاتكم اي جيكم فمول ديال اه 28 سنتيم تديرو هكا يعني بحجم عائلة دائري او مربا تقدروا تديرو هكا في المولات الفرديين اللي كيكونوا هكا مشين تفين من الجوانب حين تكون الاختيار فانا يعني اللي عارفة بانا بزاف منا عندهم هاد القوالب والاغلبية كيستعملوهم غير في الكابكيك اه اولى لي مادلين فانا هكا يعني مرة مرة كندخل لكم به بسبوسات شي حاجات مالحين باش هكا تستعملوه بزاف ديال الحاجات فملأت جيدا القوالب كلهم ومن بعد غادي نزين بالكوكو او باللوز ايفيلي فانا عندي هنا مخلط اللوز ايفيلي مع كوكو ايفيلي ممكن تديرو هده با قبل ما تدخلو الفرن وممكن حتى تخرجوهم وعاد زينوهم عندكم الاختيار فالخليط اللي اعتيتكم جاني هو هادك جاني يحسب مع القلب ديال الكابكيك يعني ان شاء الله هدي يخرج لينا اه اه اتنشرة وحيدة من بعد ما زينت فهاد القلب دائما ما كنحطوشي نيشا في الفرن كندير واحد صينيات تحت منو اه 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 تكبيرا ولا صغيرا اللي تجيكم في الفرن اولي كتدخلو هالفرن لانهم كيكونو خفاف كي لا يحرقون شي و يطيبون لنا على خطرهم دخلت سينية للفران اللي كان عندي مشعل من قبل غير من الاسفة النار مهيلة حتى يتحمروا من الجوانب كدكون دازت هكاك واحد نصف ساعة عاد كنشوفوهم اذا كانوا نشوفو بدات كتطلع عليهم الحمور يام على الوجه عاد كننشعلو عليهم الوجه باش ياخدوا لنا هاد اللون الدهابي هاد الشكيل ديالهم بعد ما كنخرجوهم من الفران ما شاء الله يعني كيجيوا بحل مادلين ولكن هادو بسي بي سات كيجيوا هائلين جدا فكيتحيدو بكل سهولة ما كيلوسقو متاشي حاجة هير تبعو الخطوات اللي عملت معاكم و خليتهم حتى بردو و غادي نبدا نحيدهم فا اذا كانوا سخانين كيتحيدو شوية بصعوبة لكن خليهم حتى كيبردو تماما اتحيدوهم حيت بردين كيتحيدو بسهولة فادفا غادي ندوز باش ان شاء الله نضعهم فصحنا التقديم ونزينهم فالتزين دائما كيبقى اختياري ممكن تقدموهم هكا و ممكن تشربوهم بشي سيرو و ممكن تدهنوهم بالعسل ولا بالمربة فعندكم الاختيار انا غادي ندهنهم بالمربة هكا غير معلى الوجه و ما شاء الله يعني هما كيجيوا حبه حبه معلكين زوينين يعني بحل سقيتوهم بحل انا بالنسبة لي ما كنبغيش نسقيهم ندهنهم بالعسل او بالمربة فقط فما غاديش نزين نزينهم فقط يا كفيت تزين اللي درت ليهم قبل ما يدخلوا الفران الكوكا واللوز افلي اللي كيكون عليهم مقرمش وبهاد شكل هذا كيجيونا مين يبسي بيسدينا من الداخل كيجيو حبه حبه شاشين بساف رطيطبين واعرين يعني انتو ما غاد ديروهم هكا في يدكم كتحسوا بهم فشفشين حبه حبه ما نقول لكم شي كيف كيجيو درتوهم فرديين ولا درتوها يعني درتوها كبس بوصة بحجم كبير هدي تجيكم هائلة جدا ولكن اذا عندكم هاد المولدية الماضلين ديروهم هكا فرديين فكيجيو هائلين ويا سالم كانتمنى قوامهم يكون واضح لكم وكل ما بقاوا كيزيدوا يتشربوا المربة وان شاء الله ما غادش يبقوا لكم لانا لدادين كيجيو وزوينين فكيف مديروهم قدموهم بالصحة والراحة فكانتمنى لكم دائما وابدا كل ما هو جميل لكم والحبابكم ولكل من عزيز وغالي على قلبكم عندكم اي سؤال او اي استفسار تركوه لي في التعاليق مع السلامة